اشتركوا في القناة او القهوة او الشاي بلبن او ان ايا كان المشروب اللي بتحبه او ما تشربش خالص عشان لسه هنقرأ تصراحات كلها بقى يعني جمعناها كلها كده في صحفي كده طبعا معروف اكيد سانتيجو كان مجمعها كلها احنا خدنا تصراحات شان نقولها وكمان البوست اللي نزل من احمد سليمان وبعد كده اتمسح تاني برضو معانا البوست ده و هنقرأه لكم برضو بازن الله اه قبل ما نخش في الحلقة اكيد بقى ان شاء الله سيزين اكتو انت اول مرة تشوفني وحيبتعرف بقى تصراحات النارية ومش عارف الاخبار والماتشاط والتحليل وبتاع انجز فيه تحت زرارة عمروكو علي سبسكرايب او اشترك دوس عليه وجنبه وقرص دوس عقل جرص اختار اول اختيار ولو انت جديد او دي ما اعمل تعمل لايك لايك اهم حاجة في الحلقة دي لايك 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 بص كسر زرارة لايك وشير بقى وكومنت لو بتشوفنا على الفيسبوك اعمل لايك بقى بص حاجات دي كلها وبسم الله والسلام على رسول الله وتعالى بس ننجز كده سريعا ونقرأ البوست بتاع احمد سليمان اللي اتمسح اللي الناس كلها كانت شافته يعني هو كان بيقول رسالة الى مرتضى منصور تساءلت عن مصدر ثرواتي اعلن امام الجميع انني اتعهد بان اتقدم بطلب لادارة الكسب غير المشروع لفحص مصادر دخلي انا واسرتي بشرط تقديم مرتضى منصور واسرته زيت الطلب ليفحص جهاز الكسب غير المشروع مصادر ثروتك انت وابنائك وجهة عملهم ونفس الدولة تحولنا معا للكسب غير المشروع ولو انت راجل ابن راجل تعالى نلتقي بكرة في الكسب غير مشروع ومكانه في وزارة العدل بلزغلي عشان مصر كلها تعرف مين اللي سرق مصر وتربح من الزمالك يلا يا راجل ولا انت مش راجل يعني بص بدأنا بقى ايه الحرب الكلامية الشرسة التي لن ولم تنتهي في نادي الزمالك اخ يا با ويه الضحية في الاخر هو نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك يعني ايه دي كل ده بقى هنقعد بقى نخبص في بعضه ونعمل ما احنا ما فيش في ايدنا حاجة ومناش دعوة يا موحي احنا نقلنا لكم الخبر ونقلنا لكم الحدث انا رد فعلي ايه انا حزين والله انا حزين بس تحزين مع لا مبالاة يعني في حزن وفي لا مبالاة لا مبالاة لاني تعودت خلاص جدتنا حاسي تسأل اي حد زمالكوي كده يعني اسأله بحسب ايه وانكش حاس بحاجة لا يعني زعلان والله فرحان لا مش حاس بحاجة ايوا يعني فرحان يعني لا مفيش احساس اصلا في فقدان للشغف فالحمد لله الحمد لله وكنا كنا متوقعين ان ده ممكن يحصل اه تسريب امير مرتضة منصورة واحمد مرتضة منصورة في المكالمة كده موجودة عن نت في كل حتة اه طبعا مش هينفع زعلوكم المكالمة ابدا ولا زعلوكم التسريب ده ابدا هو موجود عن نت في كل حتة لان هي المكالمة تلت ترباح زائد 18 فمراعطا لمشاعر اه حضراتكم طبعا انا مش هينفع زي حاجة زي كده خالص خالص اه والموضوع هيكون صعب عليا وانا مش معودكم على حاجة زي كده موجودة في كل حتة يعني كده كده يعني يمكن انا من اخر الناس اللي سمعتها الناس مصر كلها سمعتها وشيارتها في كل الصفحات الفيسبوك انا من اخر الناس اللي سمعتها بالصدفة كده على صفحة من صفحات الفيسبوك اه فمش ينفع زي بقولك اشغارة عشان هي زائد 18 هو امير بيكلم احمد وبيكلمه بيقوله عشان لو انت مش حاب تسمع المكالمة ومش حاب تسمع عشا تايم هنجزك يعني هو امير بيكلم احمد في بقوله ان احمد يعني قبل الانتخابات احمد كان احتمال ينزل نائب فامير بيكلمه بقوله بلاش تنزل نائب يعني هيبقى فيه مشكلة وممكن نخسر مش عارف مقعد ولا ايه انزل احسن يعني عضوه والنائب نخليه لحد تاني فاحمد بقوله طب انا اقترح ايمان يونس ينزل فقال له لا ايمان يونس كزا ورح شاتم عليه اشتيمة بالام يعني بعد كي قاله طب ننزل اه وقلت لمحمد صلاح ييجي طبعا مش محمد صلاح تعريف بربول محمد صلاح اللي في مصر قال له انا مش عضو اصلا في النادي فراح امير مرطان منصور قال له خلاص اه احنا ممكن نجيب حد زي خالد لطيف هو زي اه زي اه اسمه ايه زي احمد جليل ابراهيم شاتم شتيمة كده وقال ان هو ما بيعملش حاجة في المجلس يعني وقال طب ما انا هو برا المجلس وعندي صلاحيات رئيس مجلس ادارة بعمل اللي انا عايزه عن صلاحية رئيس نادي اه وقال له بس يعني وقال له ان هيحصل مشكلة وابوك هيشتم مش عارف شام ناصر لا دا شتم ولا دا مش هتموش قصة كده وترتيبة بصراحة بغض النظر عن كل حاجة اللي عجبني في القصة دي كلها بما يرضي الله دماغ امير مرطان منصور يعني ان الدنيا كانت رايحة في حتة خالص هو قرى المشهد من برا ما بكلمش عن اشخاص بكلم عن دماغ وتفكير هو امير مرطان منصور اللي عارف ايه الراس الكبيرة في القصة دي هو اللي مدور الدنيا كلها يعني كان احمد مرطان منصور ينزل نائب ومرطان منصور ينزل رئيس قال له احنا نخسر كده مقعدين ويحصل قصة وبوك هيتخانق ويشتم ويعمل ان تنزل عادي ونضمن كورس في مجلس الادارة وفعلا دل حصل فدماغه دماغه متكلفة دماغه سم كده دماغه ايه تحس ان هي دماغ جمدة جحدة كده فبجد والله عجبتني بغض النظر عن اي حاجة تختلف او تتطفق دماغه قوية جدا في الادارة وفي الانتخابات فدي حاجة يعني تحسب له بصراحة كتفكير وكدماغ يعني تعال بقى معلم نخش بقى على الليلة الكبيرة بقى واخد نفس عميق وطلعه في اخر الحديث ده ابرز تصريحات مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي فوص قائمتي في انتخابات نادي الزمالك معجزة الهية والنادي كان خربة وربنا سطر حبيب العدلي ساعد في تزوير الانتخابات مع مضوح حباس في 2009 كل المرشحين المستقلين في الانتخابات يتولون لجانا داخل النادي كلام ده كله اجماع على مسؤولية مرتضى منصور هو اللي قاله وطبعا اللي نقل الخبر ده او اللي كاتب التصريحات دي كلها نتيجة الفيديوهات اللي كانت موجودة هو برضو نديله حق الصحفي سنتياج وصحفي نادي الزمالك كارتلون مستمر مع الفريق والمدرب ادى ما عليه في مباراة بترو اتليتكو وغياب التوفيق سبب في التعادل جمال عبد الحميد سيكون رئيسا لبعث الفريق في رحلة انجولا البعث ستتوجه من انجولا بعد الانتهاء المباراة للمغرب النادي حصل على حكم لصالحه في القضية اللي ترفحها على معروف يوسف النادي سيفوز بقضية خالد بطيب النادي لان يترك حقه في قضية اللعب الهارب محمود كهربا وليه تلات تلاتين مليون جنيه وطالب قناة النادي بإزالة الشريط حملة التبرعات الموجودة بالقناة ونادي لايسا في حاجة للتبرعات مجلس الادارة سيوقع خلال الاسبوع الجاري عقد انشاء فرع النادي في سلس من اكتوبر خزنت النادي ستنتعش غدا من مستحقات النادي لعدة بنوك مندهش من قرار اللجنة السابقة لإدارة النادي بشأن وضع بندق حقية شراء في العقد محمد صبحي ومستقبل حالي سنمر ما في مصر مقابل 25 مليون جنيه فقط وعمر كمان عبدالواحد سيعود للفريق لانه لاعب فز وموهوب والفريق يحتاجه جميع اللاعبين المعارين سيعودون لسفوز زمالك بنهاية الموسم حسين لبيب كلمني وهنقني بمسابقة نجاحي واحب اشكر اللواء عماد عبدالعزيز ايضا لانه هنقني مجلس الاهلي لم يقب بتوجيه التهنئة ليه بعد فوز بالانتخابات الخطيب ومجلسه استكبروا المبادرة بالتهنئة بشكر ربنا سبحانه وتعالى ان حصل معجزة الهية لا تحدث الا مع المتقين وانا بتقي ربنا اشكر اعضاء الجامعية العمومية ربنا سطر كان فيه بالطاجية وكان فيه تطول على رئيس الوزراء ووزير العدل والنهاردة بينزل بست بيهدد الدولة والارهاب انا ممتن الاعضاء الجامعية العمومية حتى لمدني صوته بشكر كل جماهير الزمالك المحترمة بشكر اعلام الزمالك اللي مش رسمي مش اعلام ابو العيدة وقالد للغندور ويقول لك الشركة الرعي هل يتحدث مين يمشي انا رئيس مجلس ادارتها ويقول لك انا مش شغال عند حد لا اشغال عندي ومالشغال عند الحجة كل واحد يتحاسم انا منعت كل العمال والموظفين من دعمي وده حسب اللائحة فريق الكرة بالكامل كان عاوز يدعمني لان ايام العز كانت معي وقت رجع تاني كان فيه بلطجة ومرصودة في الفيديوهات وتقول الساعة 11 ولسه مجايش انا شغال عندك انت مين يلا مين يلا ويقول لك مجايش انا متطمن لربنا واعضاء الجامعية اللي حجز على النادي ودفع ربعمائة الف جنيه ايمن حفني وحجز على النادي واخدهم مليون وربعمائة الف بيقول ماشي بالميكروفون بالنادي ما اخدش باله ليه انا مسك الميكروفون لان انا طبقا للقانون رئيس الجامعية واجب علي احمل اعضاء ووقعت على المحضر وكنت برى المجمع الانتخابي وبنبه الناس بالاستفزازات عشان ما يستجموش البلطجية هسألك سؤالي يا غبي بتقول ما دخلت الشورق ازاي يا غبي وانتم مدخلين بلطجية وجابوا الناس ضربوا بعضهم وصورهم للاعلام كل من اخطأ سيحاسب الماليينة لت امتركها من اين يا احمد يا سليمان انت كنت موظف في مصلحة السجون من اين اتيت بالفيلل والسيارات انا اتيت بكل بياناتك من ابناء اختك اشكر وزير الرياضة اه بالرغم من عتابي له جميع الاسوات البطلة كانت صالح مرضان منصور موظفي النادي والعمال المحترمين اشكر كل الموظفين والعمال اللي مش خونه ومش بيقبضه ومش بيبيعه نفسهم احمد سليمان قال يوم الانتخابات اه اني انام في منزلي الان وانت مالك انا نام متطمن لربنا اه اقول الولد اللي اسم احمد ناصر البلطاجي الذي يتعدى بالضرب على ابراهيم وزوجته الذي يعمل في النادي انت افتعلت ازمات من قبل مع عمر جابر وصاحبك احمد عبدالقادر حكالي ان انت ازاي خرجتم السجن اه كل المرشحين اللي شاركوا في الانتخابات مستقلين ولم يوفقوا لهم كل الشكر والتقدير كانت هناك محاولات من بلطاجية احمد سليمان وممضوح عباس اه للاعتداء على احمد جلال ابراهيم المحترم لا احد يقول لي افتح صفحة جديدة انا سوف افتح صفحة مع المحترمين فقط ولو الدولة لم تحاسب احمد سليمان انا سأوى حاسبه من الذي يحمي هل الدولة تحمي بلطاجية لن اسامح احد كرامتي وكرامة المجلس والجمعية العومية فوق اي حد انا لم اترشح للانتخابات حتى يتم سبي رجالة احمد سليمان هتفت مش هنمشي هو يمشي فكني الانتف ده مين قاله عرفته واستعام بمين باشخاص هتفت ضد رئيس الراحل حسن مبارك احمد سليمان لم يسقط في ناتجة الانتخابات فقط بل سقط اخلاقيا سليمان بيقول اني ازور الانتخابات معنا كلامك اني زورت عندما كنت انت في قائمتي انا عضو مجلس دارة منذ عام اتنين واتسعين فيوتشر حرد عمر كمع ابوحد على عدم العودة للزمالك بلاش الزمالك من الممكن ان اقبر الفيفا ان فيوتشر نادي يتبع حزب سياسي وعب ان يكون نائب رئيس النادي متحرش بصوا جماعة يعني طبعا طبعا طعفين مين نائب رئيس النادي نائب رئيس النادي واحمد شبير اه اه وفي حاجتين كمان قالهم قال انا مش عايز اقول ليه تم اختيار لونين لنادي فيوتشر اللي هم اسود واحمر اه فبرضو كلنا عارفين ما حاجة يتكلم في حاجات مش محتاجين نقولها يعني او ما ينفعش نقولها او عيب نقولها اه بس انا نفسي في حاجة انا قررت لكم التصريحات اهو انا على فكرة والله يبقى راها معاكم الاول مرة يعني ما قررتهاش قبل كده بس انا يعني يعني ليه ما شفتش اي تصريح عن ان احنا نشتري لعيبة مثلا عن تجديد عقد طريق حامد عن تجديد عقد ابو جبل عن عودة بن شرقي وتصبيت عقده عن وجود قنجم وسيف الدين الجزيرة وحل قضيتهم يعني يعني فين النادي يعني التصريحات دي كلها جميلة وعلى عيننا وعلى رأسنا وكل حاجة بس اي تصريحات خاصة بمجلس الادارة خاصة بمشاكل مجلس الادارة خاصة بحكايات مجلس الادارة كل ده جميل فين بقى حكايات النادي فين حكايات اللعيبة اللي مجددتش اللي هتمشي واللعيبة اللي رفع قواضي ونجم اللي اشتكنها في الفيفا وسيف الدين الجزيرة اللي اشتكنها في الفيفا وبن شرق الخد مش عارف فلوس ايه وطريق حامد اللي عنده اصابة في مستحقاته يعني لش يا جماعة طريق حامد غاب بقاله كم شهر يقول لك كادمة في الرقبة يعني أنا ما شفتش حد في الكون بيجي له كادمة في الرقبة دي مش إصابة كادمة رقبة دي إصابة مستحقات الرجل ما خدش فلوسه فأنا مصاب يعني هتدوني فلوسي والله هرجع بكرة تربيني فدي أول إصابة من نوع هحفظها كده طريق حامد مصاف في مستحقات وعشان بس ننجز مش هنوعه ندلع وانطب طب دلعنا وطب طب طب طبطبتنا على النعيبة دي اللي جابنا وراء طول عمرنا وراء طول عمري بقول كده الحمد لله يعني وافضل كده طول عمري برضا فيعني كفاية كده حلوة قوي الحلقة كده طولت جدا داخلنا مش عارف كم دقيقة كان مع أخوك عمر عاطف في قناة صاحب الكرة شوفك إن شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم